ممكن حيك تقول لي مين بيمتلك النواة دي؟ سؤال صعب جداً الجمهور هل يقدر يخطرار في النادي؟ طيب يقدر يشجع بصوت عالي ويعمل اضرابات كلاكسات يعني بالزبط مع احترامي جمهوره واساس كل حاجة طبعاً طبعاً بس هل ولا الجمهور ليه اي تأثير في ادارة النادي؟ غير ان هو بيعمل عليك بريشر في مثلاً في مطلب جماهيري في بتاعه انا عمر الجنيني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي والرئيس الاسبق للاتحاد الكورة المصري وعضو مجلس ادارة سابق لنادي الزمالك مسيو عمر الجنيني منوّرنا يعني الناس هتبقى مستغربة لا، هو الناس مش طبعاً مستغربة لان طبعاً رئيس الاتحاد الكورة الاسبق في مكانه الصحيح دلوقتي هنا بس احنا بنكلم على وقتنا الحالي وهو ملك السي اي بي والبنوك وعالم الماديات اخبارك الى اول انا زيل فل الحب بي الصوت خطير لدرجة ان انا حاس ان اه مهدد ان صوتي مش الناس مش هت... انا حاجة اوباك انا كبير انا رأيك انا بص بيه حتة كده عاصل انتو الاثنين ما يفعش بقوا مع بعض تبقى كتير ايو ايو صح صح احنا هنبتدي بحاجة يعني مش هنقوم من وقت حيات كتير بس هنبتدي بحاجة كل الناس هتبقى مستعجبها دلوقتي انو اعلقت البنوك والماليات بعالم كرة القدم حتى لو الناس احنا دلوقتي عرفناهم في اول حلقة يعني ايه بيزنس كرة القدم انو كرة القدم مش بس ماتش وراها شغلانات كتيرة وراها شركات كتيرة اندستري معينة ايه علاقة البنوك بهذا العالم علاقة هذا البنوك البنوك مبدئيا يعني البنك هو احنا بنشتغل في كل حاجة في الدنيا فما تبصلهاش كده بصلها فيه إدارة بنوك وفيه إدارة نوادي وفيه إدارة اتحاد الكورة وإدارة مؤسسات بصلها من وجهة تانية هل أنت مدير ولا مش مدير هل ينفع أنك تدير ولا ما ينفعش أنك تدير الحرفة نفسها ده يمكن كان موضوع إحنا دلوقتي في البانيل النجحة اللي كنا موجودين فيها أول حاجة قلناها إن إيه مش شرط نلعيب الكورة يبقى مدير ناجح قد يكون لعيب الكورة يمسك حاجة في الإدارة ويكون هو عنده أساسا مدير بتبقى هي دي الأساس يعني ممكن يبقى مدير ناجح وهو أساسا كان لعيب كورة بس عشان تقولي لعيب كورة يبقى مدير لوحدها كده إنه طالما لعيب كورة من غير أي قدرات إدارية أو أي حاجة ويبتدي يشتغل إنه هو مدير من أول يوم إنه كان لعيب كورة حتى لو في الإندستري بتاعة كورة القدم لأ كان مديره وده إحنا شفناه هقول لك مثل أي ممكن أنا حتى قلته في البانل أنفنتينو ملعيب ش كورة هكسب إنترنت من أول يوم في السنة لآخر يوم في السنة طول السنة كسبان البودكاست ده برعاية طلبات أطلب كل اللي محتاجه من السوبر ماركت الصيدليات والمطاعن استخدم كود البودكاسترز وليك توصيل مجاني على ثلاث أردرات لو رئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم بيكن باور كان لعيب كورة وكان مدير فقادي حاجة الأساس أنه هو مدير يعني مش الأساس أنه عنده فكرة قيادي وبيعرفين زي بالزبط مدير المستشفى مدير المستشفى مش شرط يكون دكتور لو دكتور عنده المواصفات الإدارية أنه هو يقوم بكده هتبقى الدنيا ما فيش أحسن من كده لكن أساسا مدير المستشفى يعني مش المفروض أنه يكون دكتور فإيه بقى علاقة الـ CIB النهاردة بالصامت بقى علاقة الـ CIB هو علاقة عمر الجنيني طبعا مش علاقة الـ CIB أنا جاي بصفتي عمر الجنيني لكن لو حنتكلم على أي بنك أو البنوك أو الـ CIB بصفة خاصة إحنا أي حاجة بتعمل في البلد إحنا بنعملها إحنا تبنينا سكواش إحنا تبنينا السكواش كلها من أولها الأخيرها من السكواش كله حتلاقينا أنا وأعتقد أن في سبب كبير جداً من تطور اللعبة في الفترة اللي فاتت أو تطور مستوى منتخب المصري واللعبين المصريين في الفترة اللي فاتت الحمد لله إحنا مساهمين بجزء كبير جداً منه أعتقد أنها دي تعتبر أنها تجربة نجاحة آدي مثلاً بروجيكت بروجيكت تاني أنا جيت قلت إيه الناس بتقولك أنا حتبرع هنا وأولا حعمل هنا لا 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 أنا روح تعمل فاونديشن عندنا في البنك أو إحنا البنك عملنا فاونديشن الفاونديشن دي إحنا تخصصنا في حاجة واحدة بس هي صحة الأطفال يلا حنشتغل على صحة الأطفال هذا الفايل لازم نشتغل عليه وأنجزنا فيه إنجاز جامد جداً فده دور البنوك يعني إحنا النهاردة مش مجرد أن أنا كبنك أن أنا باخد فلوس وأرجع طلعها من ناحية تانية وفرق فوايد وأعمل فلوس وأوزع أرباح لا الموضوع مش كده خالص فيه دور مجتمعي فيه دور أنا عايش في المجتمع لو المجتمع ده حصل فيه دروب أنا أول واحد كبنك أنا هتأثر فإحنا الكلام ده لازم ما يبقاش بعيد عننا خالص إحنا بنفكر فيه ليل نهار وهل الفايل ده ملح جداً إن إحنا نشتغل فيه ولا لأ هل أنا أقدر أزود في الفايل ده ولا لأ فمش بس CIP كل بنوك مصر حكيها بالشكل ده أنا كنت عايز أزور حرارتك معرفش إذا كان ده رقم موجود ولا لأ بس هل إحنا عارفين حجم الرياضة كحجم البيزنس تاع الرياضة في مصر حاج مؤدي إيه؟ لا طبعاً رقم مش موجود مش موجود؟ لا نوي إنك تطلع حاجة زي كده لإن فيه حاجات كمان بتمشي في الجري إيكونومي شوف أنا أقولها لك بصراحة يعني حتى المثبوط على الورق المثبوط على الورق حتى رغم إن ده ما تعملوش إحصائيات بس فيه جزء كبير جداً جداً في الجري إيكونومي اللي مش متسبت وإنت بقى بتتكلم النهاردة مع اتجاه بلد النهاردة الشمول المالي وإن إحنا ندخل الاقتصاد الغير رسمي جوه جوه البلد أعتقد إن الفترة اللي جاية حتلاقي الدنيا أحسن من كده بكتير جداً والإحصائيات هتبقى أدق من كده مليون مرة طب هل البزنس ده الإندسري دي بتجبر على الأقل ولا بتصغر؟ طبعاً بتجبر أنا حقولك حاجة أنا كنت مثلاً عضو مجلس إدارة في نت زمالك من 2006 إلى 2013 كان أقصاها عقد مثلاً بتلاقي 3-4 مليون جنيه اللي هو بطل العالم يعني كويس في السنة النهاردة ارجع بص على مستويات العقود عاملة إزاي؟ أنا يعني ده تريبل وفور تايمز وفايف تايمز وأرقام الأرقام بقت في حتة تانية خالص طبع وبر الدنيا بقت كده كمان فإحنا خد بالك برضو بقى هو ده أنت جبت يعني ده ده نيمو في دا جيم أو ده هو ده بيت القصيد أنت النهاردة طول ما أنت بتتعامل مع الاندستري دي إنها هواية عمرك ما هتحقق نتائج صح مية في المية أه طبعا هو ده أنا بقولك ده ده نيمو في دا جيم لا يا جماعة ده اندستري أنا قدر أنتغلع منها فلوس في الشكل الفلاني ممكن تبقى مصدر أساسي في دخل البلد في بلاد في بلاد الفلوس في أفريقيا مثلا فيه حاجات كتيرة جدا جدا الأرقام اللي بتخش للناس من باقة لعيبة أرقام بالنسبة قياسا بالجي دي بي بتاعهم هتلاقي إن هو عمل عمل رقم جامل جدا هو زي كان كابتن فضل كان لسه بيحكي لنا إنه في برازيل ستة في مية من دخل دخل الدولة كله من الكرة القدم مليون المية فقط ستة المية ده رقم مرعب مرعب ده كبير جدا بلد كبيرة جدا أيوة طبعا ده غير الصناعة والزراء يعني فهم ده أيوة طبعا طبعا لا 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 بص طول بقى ما إحنا بنعملها إنها كورة وإنها ثانية ومد والحاجات دي فلا مش كده إنت يا جماعة ده إندستري وده أصل إنت بتشتريه بالمبلغ الفلاني طورته حتبيعه بالمبلغ الفلاني حتعمل منه كابتال جيل قد كده وده يرجع لنا لحاجة تانية مهمة جدا جدا الريجوليشنز اللي موجودة أو القوانين اللي بتحكم هذا الموضوع هي قوانين هواية برضو فالدنيا لازم تتغير خليني برضو أنا اللي أسألك بها مثلا أنت تطعوني تسألوني بالصوت ده اسأل حبيبي بص ممكن حيك تقولي مين بيمتلك النواة دي سؤال صعب جدا جمهور هل يقدر يخطرار في النادي؟ لأ طيب يقدر يشجع بصوت عالي ويعمل إضرابات كلاكسات يعني بالزبط كويس؟ مع احترام الجمهور وإساس كل حاجة طبعا طبعا بس هل ولا الجمهور ليه أي تأثير في إدارة النادي؟ غير أنه هو بيعمل عليك مطلب جماهيري في بتاعه هل عضو النادي هو اللي بيمتلك النادي؟ لا لا بالرغم أنه هو اللي بيصوت في الجماعية العمومية أنت أي جماعية عمومية اسمها جماعية عمومية بيجيب ملاك المكان اللي معهم أسهم هما اللي بيصوتوا وبالتالي بيطلع القرار لصالح الكيان اللي هما بيصوتوا عليه إنما أنت النهاردة لا اللي بيصوت لو هو عضو الجماعية العمومية لو هو عضو النادي عضو النادي طيب ما هو لو ده عضو النادي ده بيمتلك حاجة في النادي سهم مثلا هل يقدر يتنازل عن العضوية بتاعته وتروح لواحد تاني؟ لا لا أنت لازم بتطقطع وحد تاني هما يعني مفيش علاقة فإذا الـ ownership مش موجودة اتنين مش موجودة أصلا لا لا مش موجودة أصلا تعال أنت النهاردة كل عضو الجماعية العمومية عملوا حاجة والكلام ده في جوه النادي بتاعهم يعني اتفقوا على قرار معين والقرار بيروحوا الجهة الإدارية جهة الإدارية اللي هي مديرية الشباب والرياضة أو وزارة الشباب والرياضة ولقوا الكلام ده إن فيه معه مادة من المواد اللي موجودة هل هيقوله أنا صاحب قراري وأنا النادي أنا عضو النادي أنا صاحب قراري وأنا هنفذ قراري ولا حاجة خرار حيتلغي طيب يبقى حلنا في هذا الموضوع إيه يا جماعة اتقلب لشركات مساحبة لو عايزين بيزنس نقلب شركات مساحبة عشان تدهار كبيزنس بجد الله ينور عليك يبقى ساهم يبقى الراجل داكين على الساهم وبورد مامبرز وبورد ميدينز وبورد قرارات بالصابت كده ما طالما قلبناها فلوس طرابيزة كبيرة احنا بنقلبها فلوس شوف الناس كلها بتشتغل ازاي وشتغل زيهم بخلاف كده أنا مش شايف ان يعني الشرح رهيب لا صحيح جدا يعني انت وديتنا وجفتنا وأفهمتنا الجرح لأن هو لا خالص هي لا لأن هي هوة زي ما قلت أنا بقول لك أنا بقعد أسأل نفسي هو دا هو مين صاحب الكهان دا على فكرة أنا فعلا فكرت قبل كيف ما وضع وما حطتش إيدي على حاجة طب هل أي واحد مثلا عضو مجلس سوري عضو جمعية عمومية أو عضو في خلينا نقول الأهلي والزمالك لو واحد أهلاوي عضو في النادي الأهلي ودخل يصوت على قرار وهو زمالكاوي واحد جوه آه طبعا واحد جوه نادي الزمالك أهلاوي هل حضرتك تتصور إن القرار حيطلع على المصلحة العامة بس لو واحد حامل سهم ربا وأنا حاخد القرار الصح علشان السهم يطلع خش تطمن على فلوسك معروف طالما قلنا اندستري طالما بنتكلم إن إحنا اندستري حنتكلم بقى هوية وعلشان نغيز بعض وعلشان الحاجات اللي كلنا بنعملها يعني خلاص إنسى بقى الكلام دا خالص بس هي الناس بره اللي سبقونا اشتغلوا كده وإحنا مش بنخترق العجل طب هل حضرتك شايف إن نوادي الشركات هل دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة في الوقت الحالي حاجة وحشة يعني بص إحنا اندستار الأندية الشعبية دي حاجة محزنة جدا إحنا أنا طلعت كان فيه ترسانة وفيه لومبي لا دا أقول الإسماعيلي والاتحاد والمصري موجودين لا دا كان فيه منصورة وفيه طنطة وفيه 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 كل حاجة اللي هي وعلى فكرة لو حاكم تابع للدورة الإنجليزية الدنيا كده انت بتروح تلاقي نادي انت بتعرفش انت اسمه أساسي وتروح المطش اللي موجود هناك بص الجمهور هناك اللي موجودين اللي هم مثلا زي طنطة كفرزيات وخلاص بيبقى فيه انتماء تاني اللي دا المنطقة بتاعتي فلا يعني انا كنت اتمنى من باب أولى ان الشركات طرعى اندية من الاندية الشعبية وتبتدي تشتغل عليها وينوت ليه يعني انت الهدف النواي يكون وانت على فكرة انت ممكن جدا تاخد نادي شعبي ويبقى مرتبط اسمه بيكا شرك طب انا عندي سؤال في الحتة دي برضو فضل النوادي فيه عندنا النوادي اللي هي الاهلي والزمالك اللي هم اللي بيتصرف عليهم وبيلموا فلوسوا وعندهم اللعيبة بتاعتهم بتتدعم ملايين 95% من ميزانية الكرة في مصر حلو قوي 95% اه حوالي كده ايه اللي بيحصل او ازاي النوادي الجماهيرية اللي ليها جمهور بتعيش بص لو حتبص مثلا هنمسك الاسماعيلي كمثال مثلا الاسماعيلي بقالوا اربع او خمس سنين بيعاني بيعاني من ايه كل ما يطلع العيب كويس حلو الوحيد انه يبيعوا بمبلغ كويس عشان يقدر يصرف علي الباقي المصيبة يعني هو كل ما يشتغل على العيب ويبقى عنده فرود يضطر ان هو يطياره تعالى بقى في حاجات طب هنجيب الفلوس منين كنا قولنا الربطة يمكن انا بتشرف بالمجلس اللي انا كنت موجود فيه انا اللي عملت اللايحة اللي فيها الربطة ومش كل حاجة موجودة في اللايحة بتتنفذ انا بقولها لك صراحة يعني black and white الرابطة المفروض انها مسؤولة انها تعظم من دخل الاندية كلها نصبت تعظم من داخل الاندية ازاي طيب النهاردة يا جماعة مفيش في الاندستري بتاع الكورة واللي خلى ان اللعيب اللي كان بياخد مليون بقى بياخد مثلا مليار جنيه مليار جنيه الطفرة دي كلها من الازاعة يعني من ان انت تشفير المباريات طب يا جماعة ما نتفق على تشفير المباريات وحق المواطن المصري اعملها على القنوات الارضية القنوات الارضية عادة بس الفضائي انت ممكن جدا جدا تشتغل على الكلام ده هتلاقي وبيعملوا كده بره فعلا طبعا ارقام كلهم بي في تركيا وفي البرمير ليك انت بالنسبة لك في قنوات هي المسؤولة عن الكلام ده سيبك حتى من اللي موجودين عندنا في الميدل إيست حتى جوة انجلترا يعني انت لك انت تتصور ان النهاردة واحد اشترى نادي في انجلترا كان درجة تانية طلق بيه درجة اولى وانس ان هو طلع من درجة تانية لبريمير ليك واخد بالك اللي هو دفعه خد عشر اضعافه بس تلفزيوني اول بس لمجرد ان هو طلع علشان النقل اللي حصلت طب احنا ليه ما نبقاش كده انت في النهاية بتقول ايه بصوا الدورة الانجليزية عايز ازاي عامل ازاي طب وانت عايز ما تعمل زيه يعني وانت مبقول لكش اخترى حاجة مبقول لكش اقلل معلومات موجودة يعني مبقول لكش اقلل ايوه زي بالزبط حتى لما جينا مسيكنا تحت كورو كان فضل معايا في الموضوع ده اول قال لك ايه اصل طيب المسابقات لجنة مسابقات اصل فلان الفلاني معك جدول وفلان فلاني ميشي فلازم نرجعه علشان معرفش ايه ده جماعة ده جدول ايه هو كيميا يا مش في صغورس يعني فهو فيه ايه طب يا جماعة اللي بره بيشتغلوا ازاي وكان وجبت حسام الزناتي كان رئيس لجنة المسابقات في مصر عنده 27 سنة 27 سنة وانا لسه مقابله بالوقتي حاجة كاليبر مشرف ابتدوا هو وعمل زي مجموعة عمل قعدوا اشتغلوا طب اللي بره بيشتغل ازاي طب نكلم الدوري الانجليزي بيشتغلوا زي لليجة انتو بتشتغلوا زي بترسوا الجدول ازاي ادالوا الانبوتس بتاعتو حطوها كلها كذا كذا سهروا يومطل قولي بالجدول خب بالك السنة الوحيدة اللي ما تأجلش فيها الدوري هو الدوري هو الجدول اللي عمله حسام الزناتي ومعه بقى حد في ظهره ليجي يقولك اجل قوله لا 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 امشي لا بأجل ولا بعمل انا ما بأجلش غير بقرار امني كتب لي جواب حتى ما تقوليش دواعي امنية قرار امني طبعا ما نقدرش اه دي قصة تانية مصايا بقولك مصايا بزلزال اه مش عارف ايه بزبط كت يا جماعة نتعود نعمل بس كل حاجة باحترام واحترافية حتلاقي الدنيا مشاكواس اوي يعني احنا باختصار نقدر نقول في جملة ان عشان اه الدنيا تحلو في العالم المصري لكورت القدم لازم ننتقل من مرحلة الهواء لمرحلة التجارة طبعا طبعا فلوس مش انت النهاردة بتقول فلوس مش انت النهاردة بتقول عايزها تدخل فلوس عايز كورة تدخل فلوس وعايز المبلغ اللي بيمشي في السيستم ده كله يكون يرضيك ومستوى اللعيبة يرضيك وتخش اي كاس افريقيا تخلصها وتخش في كاس العالم وتنافس والكلام ده طب يا جماعة اللي عملوا كده الناس اللي عملت كده اشتغلت كده انت بقى مش عايز تعمل ولا حاجة وعايز يعني حتى اما بنقول حنغار المدرب انا بقولك بقى بصراحة انت ايه رأيك في تغيير المدرب يا جماعة المشكلة مش في المدرب اه المدرب ده حاجة ده حاجة بس انت عندك تراكمات 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 ما حانش هيطلع يقول بس في بقى احنا عندنا حاجة لطيفة قوي قوي هنا في البلد ان فيه شايب عارف لعبة الشايب لازم حد يمسك الشايب في واحد كده هيكلها طيب حنعمل مين 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 هو مين اللي كان جابه المدرب مين اللي كان جاب كذا حازم امام مسك الشايب لحازم امام حازم امام ايه ومش حازم امام عرض على بورد والبورد ده قعد ناقش الكلام ده وناقش العقد والكلام بدل ما نطلع والحقيقة حق الله انا حقولك في التحاد الكورة في اللجنة الخماسية بقى انا كنت متشرف برئاستها احنا ياما نقعد مع بعض نختلف كتير جدا 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 واقفين في الاخر انا واقف كده وهم وراه في ظهري القرار هو كده واحنا كلنا واخدين القرار ومش مسموح لحد حتى اللي كان معترض هي دي هي دي الادارة هي دي الليدرشيب وهي دي لما لاقي حد مظلوم في حاجة انا اللي اطلع اقول انا هو في ايه يعني الحمد لله انا ما حصلتش يعني لكن حق الله انا بقولك لو حصل مثلا ده اتهمه فضل ان هو عمل كذا 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 وانا متأكد ان الكلام مش مظبوط ايه يا جماعة في ايه انا اللي عايز يتكلم وتدعيات القرار دي هي واحد اتنين تلات اربعة هي دي الاصول الادارة وهي دي الليدرشيب وهي دي الرجولة انما اروح اكلم حد وقوله بقولك ايه اسلمه لده وسلم دل 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 ايه ده ايه ده يعني الحمد لله انا جاي من ومن انستيوشن كبيرة قوي قوي مفخرة لمصر وكلها فمتعودين على كده ماينفعش ان احنا في قواعد حوكمة وامحة وصريحة طبعا وغير قواعد الحوكمة والكلام اللي طلع الفترة اللي فاتت دي انت جواك من دماغك في حاجة اسمها اصول في حاجة اسمها رجولة في حاجة اسمها اه ما تبقاش ندل ما تبقاش رحمة بص لنفسنا في المراية ازاي بس بما اننا اتكلمنا عن اتحاد الكورة انا احب طبعا في هنا تي شيرت حقيقة تمضي عليها بقى زي بقى ايه ايام زمان وكده بس قبل ما قبل ما ننهي اليوم الجميل ده وعايزين نقول للناس ان الكورة تجارة يا جماعة مش هواية وانه غالبا الصامت ده هيبتدي انه اه 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 بتاعت انه لازم نفهم الناس حقيقي حقيقي حاجة انا انا مبغور باللي انا بشوفه يعني يبقى هنبقى نسابورتو وهنبقى وراكو يا جماعة حتى النهاية صحة كده نخرج بقى برا الصامت بس هموت وسأل سؤال قبل ما ايه في السؤال ده لا لا اقول لا انت خاف بنوع بيقول لك رغول النايك اتخرم منه فاكده هيجاوم بطولة افريقية الحقيقة اللي فاتت الجميلة دي واحنا طلعنا بدري بدري والمدارة بتغير وبعد كابتن حسين حسن مش هو ده همي كله ايه نظام الاتحاد يعني رأيك من اصداء البطولة الافريقية الامام الافريقية ايه نظام الاتحاد طيب انا بتالي من يوم قعدنا انا كان ناقص اقول لك والله العظيم اقول الحق صح او كويس اقول اه في اه اخطاء كتيرة جدا 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 اخرهم المدارة انا بقول لك بمنتهى الامان اه ناس لهم كافة التقدير والاحترام كلهم من اولهم لاخرهم اه فترتهم تخلص اه اعتقد بعد الولمبيات اللي جاية دي على طول بعد الولمبيات باريس اربعة عشرين اه في اخطاء بس هو ده اختيارنا بتاعة الجامعة العمومية هما اللي جابوه هتقول لي ان انا بقيم performance لهم يعني اه انا بالنسبة لي لي في حاجات انا لو حطت لو انا قعد مكانهم انا مكنش حاملة خالص اه فبعض الاحوال اه مواءمات اه فبعض الاحوال الكيل مش با الكيل بميكيالين مش بنفس المعيار اه اتخاذ القرارات اللي بتتلغي بعدها بتلات دقيق يعني احنا عندنا في جهاز اه اهاب جلال شوف قعد قد ايه اه كابتن محمد يوسف جي قعد اربعة عشرين ساعة اه مدير فني الاتحاد جبنا مدير ومشناه ف يعني تقلبات ده بيهز السقة على طول بتاعت كل حيات ده بيهز السقة وملهاش مبرر القرار يعني بص وانس ان انت بتديت تسمع للناس عمرك ما هتعمل يعني ما هتشوف الصح والغلط هيبقى قرارك بناء على البراشر اللي الناس بتضيط عليه ونرجع تيني لقضيات الهوى لان هو لو بيزنس مش اسمع لحد يا فندم انا كنت من اكتر الناس الاكتف على السوشيال ميديا بطل العالم يعني او الله في موضوع لا في موضوع الكورة وانزم الكاوي وانس ان انا دخلت اتحاد الكورة انا قفلت كل السوشيال ميديا وما بتفرجش على برامج وما بتفرجش على حاجة وتعالى انا مش بهرج انا مش جاي شجع تلوقتي انا مش مش تشجيع انا ابل كده كنت مشجع لا انا دلوقتي مش مشجع انا بدير فايل ولو الفايل حتى لو كان فايل زراعة مسلا سيبك انها كورة اه 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 فايل زراعة طالما ان انا النهاردة خلاص ارتضيت ان انا امسك هذا الفايل انا عمري في حياتي ما فشلت وما ينفعش افشل فلا حاجة واحدة بس انت بتعمل الاصول وفي حاجات في الدنيا ما بالنسبة لك ثوابت كثير لا يتضغط عليك ولا حد كذا ولا حاجات اعمل الصح وسيبك حتتهاجم هو يقولك حتتهاجم يا ماتبا ولا فارق معي وخد بالك اتحاد الكورة هو الحلقة الاضعف في كل الدنيا ان انت معندكش فصيل جمهوري جمهوري يدعمك اه هي اصعب جدا من ان انت لو في النادي الاهلي في حد الظهرك اه طبع حتى لو حتاخد قرار غلط خد بالك حتى لو قرار غلط بس على هوى الناس لا انا هنا انت هنا بقى مفيش انت هنا فاجمل شيء في الدنيا انك تعمل ليحة وتطبقها زي ما هي بدون اي اجتهدات هنتكلم في حاجة عايزة عقاب في حاجة اسمها لجنة انضباط قاضي ده القاضي اللي بيحكم على ناس بالاعدام مش هيحكم على ناس بك بدا والقاضي والقضاء ما مفيش كل اللي انا عملته ان احنا تعودنا نحترم اللوايح ده في فترتي اللي كانت موجودة انما علشان اجي في يوم من الايام اقول محدش يروح للقضاء المدني اه ويجي واحد تاني انت روحت القضاء المدني خد حكم ايه ده ايه ده ايه ده يعني في موضوعين اه موضوع بتاع اه اعقوبة كهرباء مثلا والموضوع التاني بتاع اه اه محمد الشيبي لعب بيرمز في مرة وقفت القرار علشان في حكم من محكمة القضاء الاداري وفي مرة تانية بتعاقب لعيب وبتحقق معاه علشان هو راح لمحكمة ايه ده يا جماعة ده مفيش خط واضح اه هي مصطرة واحدة وما تبصش ده اهلي ولا ده زمالك ولا ده بيرمز ولا ولا مفيش الكلام ده وده اللي ما بيحصلش بقى ما هو دي بقى التدعيات اللي انا بقولك عليها دي التدعيات اللي بتحصل اللي انا بقولك عليها فيه وبعدين ما انا اه اه الناس كلها عارفة ان عمر الجناني اكبر زمالكة في مصر عقب تنادي زمالك عشان نادي زمالك غلط في واحد اتنين تلاتة اربعة الناس حتزعل اللي يزعل يزعل الناس حتتطلع تطلع اشعقات وطاقية مفيش مشكلة ولا حاجة خالص النادي الاهل نفس الحكاية شوف دلوقتي خلت قالك الفترة الدهبية اللي كنا شايفين انها بنتعامل بالحق هي مصطرة واحدة بتعامل بها الناس كلها باللايحة وبتطبق الليحة على الكبير والصغير وحاجة حيزة هي على فكرة حاجات واضحة وصريحة وقواعد سهلة ومش كمية ايوة ايوة او الله العظيم تخيل لو بنفهم في الكورة يا ماني هنعمل حلقات نارية هنسفلتكو هنسفلتكو ده لو بنفهم في الكورة الحمد لله طيب احنا هنطلب من حاجة تمدرنا التيشرت اللذيظة بتاعة مصر دي وحنابعتها لحد يعكي تمسكها عارف طبعا مش محتاج يقولك اه ايوة اي لا على الحتة المفروضة مع خالص تحياتي تمنياتي تمنياتي لمنتخبنا طوفيق نهت عارف ايه لذيذب عن احنا اخدنا امضت ايوه وحنا كان هو هتكون حطة ورقة بيضة وراح نورتنا حبيبي ربنا يخليكو يا رب انا اللي اتشرفت بيكو والله ان شاء الله بقى في حلقة بعد كده من اللي هما ايه يلا باشا انا جايز ساعتين تلاتة بقى وحبيبي انا جايز من النارية دي انا اللي اتشرفت نورتنا الف خير البروجيك تاني انا جيت قلت ايه اه الناس بتقولك انا حتبرع هنا واول انا حعمل هنا لا 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 انا روحت عامل فاونديشن عندنا في البنك او احنا البنك عملنا فاونديشن الفاونديشن دي احنا تخصصنا في حاجة واحدة بس هي صحة الاطفال يلا حنشتغل على صحة الاطفال هذا الفايل لازم نشتغل عليه وانجزنا فيه انجاز جامد جدا